رجعناكم أحبتي إلى المشاهدين بعد انشاهدنا هذه الفقرة الجميلة فقرة الغذاء الصحي والمعدنوس والفوائد اللي تكون بالمعدنوس حقيقة نتمنى أن نستفادوا من خلالها ونستفاد من خلال هذه الفقرة والفواكه والخضروات كثير مفيدة للإنسان بالأمور الإيجابية وأكيد كثير من الفواكه لها أمور وفوائد مهمة في حياة الإنسان أحبتي المشاهدين وصلنا الآن إلى فقرة ضيف الحلقة وضيفنا لهذا اليوم اللي راح ينورنا قادم من محافظة ديالة فنان تميز بالفنون اللي يطرحه اللي راح نتعرف عليه من خلال كلامه والأمور اللي عملها الفنان التشكيلي الحسين هاشم حياك الله حسين ونورتنا والله أشكركم على هذه الدعوة الكبيرة طبعا كل شيء يعني هذا البرناقج الحلو طبعاً يضم المواهب الشاب الله سهلا موضوعنا يعني فن الخردة وفن النفايات موضوع أن أحول النفايات إلى أعمال فنية يعني أحولها إلى الذهب يعني هذا مو مثل هاي اللوحات هاي اللوحات تنباع وديص المصدر الرزق اللي هو الأمثالي لأن شنو إحنا هاي الأشياء بدل ما دنذبها وهي تقليل التلوث يعني أحسن ما أكوى الشياء داني حركة عند درجة حولها إلى أعمال فنية سيارات وهي دنباع بثمن كل تشبير هاي الموهبة صارت عندي من أنا صغير شان عندي هواية في الشارعات شانت كل عيد أسوي بنادق مالخشب للأطفال يمنى اللي بالمحلة فبالمدرسة قاموا شجعون المدرسين والمعلمين أنت كذا فسويت أنت سوي لوحة أو أسوي بيت أو فت كذا هاي فهذا الشيء بسيطة بالكارتون والهال والحمد لله مثل ما تشوفون أنه وصلت على مستوى أنه هذا الفن ماتي أنا ما أمضح به لكن مؤتمر دوليا طيب شون صارت الفكرة منه اللي شجعك أول ما بديت أنه قلت أنه كانت بدايتي معا أنه كارتون والأمور اللي هي الأولية باعتبار اليوم توصلت اللي ما راح لم تطوره لكن من اللي شجعك وكيف كانت الأفكار ببداية وليه اشتويت هذا الفن ليش مغير فن مثلا هو اللي شجعنا على هذا الشي أنه أستقدم المواد أنه بسيطة ومو يعني غالية الثمن أصلا أنا ما أشتره حتى بعض الأحيان يقولون أنت هل أنت أشغل تكلفك أصلا ما تكلف كل شيء بسيط فأني يعني مجرد أنه أجمع الأشياء ما أخليها تنذب أنه أنا دارجع أحاول مثل القواطن البمسياني إذا حاولها أسويها ورد ودى تنبع بازارات الخيرية طبعا أنا ميلئ منها لأن أعتبر يعني عمل إنساني بيعملها أساعد الفقراء أو النازحين من هذا الشيء طيب أنت مثلا كل مجموعة أغراض قبل ما تكون إعادة تدبيع شن الفكرة اللي تكون ببالك يعني يكون أكو فكرة معينة وتجمع أغراض حتى تسويها يعني هي مثل هاي اللوحة هاي اللوحة كان فيلم كارتون من أنت صغيرة أباعة فيدبيت على النهار أو كذا فأكوصا نقم الفواكه أحسن ما شمرت ذبيتي أنا سويت إلى هذا الشيء هاي اللوحة برزت بشكل كل جميل ومثل ما تلاحظون يعني مثلا هاي العجلات وير تأسيس اللي ينهي اللي بل بي يتهمين عاقوا يعني هذا الشيء صح هذن الشغلات مثلا هاي شوف هاي جرس شاهود ما سبحة عصلا هاي شمار صح وهسا مثلا هاي يصبح المضرم مالقصاب يعني فشيء بسيط كل شيء هاي مجرد غصن شجرة قطعة من النص وسويت عذا فظهر نعم ظهر بهذا الشكل في الناس يعني تلعجي به يعني وهاي مثل ما قلت لكم باعة هاي تمام كل الشكل حكيد انا عدنا مجموعة صور يعني زم المخرج جارات انشاهتها اكيد من أعمالك حتى نتعرف على كيف كانت كيف عملت هذه الأمور وهذه أول صورة يرأت تعلق من عليها هاي مثل وسيلة نقد ريلا احنا بالعام نقول لي هاي كلها حديد هاي تقولها مترا ونص هاي ما طبعا صديق يا أبو أحمد تحيات لا إله شوف حتى العجلة اللي وراء سينجل يعني حتى شوفوا الدق شوفوا الدق هاي التاييرات شون هاي تاييرات قبق مال هاي القارورة المالموية هاي 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 هذا بايسيكل باع النفاق في فرنسا الشي القديم يعني صح لأن هاي هاي النفاق هاي 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 اللوحيش البايسيكل أغلي من نص متر يعني و النفاق شون لجيتيت النفاق هو بعد يعني هاي مثلا هاي 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 تنكيم ودهين هاي هاي تنكيم ودهين كلش الترتيب كلش حالو بس شرح يكون التصميم يعني سانوا واحد الناس اللي يشوف هذا يقول ما معقول لواحد ما سوية مثلا جاهز أخدع الفن خدعة صح يعني أنا من أسوي لك هذا الشي حتى أنه أخدعك أنه أشرح لك أكو ناس مننا أشرح لها يعني يفتهمها بساعة ويتعلمها يبقى الصح هذا البيت مقاربة هذا البيت هذا طبعا لأخواننا المسيح صديق مسيحي خليت لي فصليب هاي هاي هم صندوق فواكه آها أي والله و جين دخل بيتك فواكه لا لا بس مجلسة مالك أكيد يعني الحوات جميلة هاي يعني تخيل تاني عن تخيل الذاتي مستنقع حيش يعود يعني يما بطاطة وكذا تخيل هذا مو بطاطة شون بطاطة محت خشب ها 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 هاي 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 عدنا قيزر داب به حولت هاي سيارة تشالنجر قيزر يعني كل شي أصلا هذا 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 اللور الأكتشم هسلي بذل ما بالعام مين قيزر هاي هاي يا سوات التحيات طبعا لحمد الضفير هذا مثل مالتا طبقت على كل الصديقي وتحياتنا طبعا نقي بغزوان هوا أمين اللي شجل هاي أنه أنا ترعب العرب يعني هاي شنو عالعروب مالتني على هاي شي 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 جميل يعني عالعروب مالتني مسئلة نقل هاي هاي ما كنفاخ مالتني هاي هاي التصويم ثالي هذا نفس هاي شوف هاي حتى البيضات خشج صحيح العمالة جدا بسيطة لكن حلوة يعني هذه الفكرة بصراحة جميل لو أنه أغلب الشباب أو حتى الأطفال يقدرون إذا ما كانت أدوات حادة بيها يستفادون كل لوحة من تريد تستوي هجبت تستغرق وقت هي مو مسألة وقت يعني مو أنا تعرفون أنا صاحبة سواق يعني مو أمارس هذا فن بشكل رأسمي فتكلفني على اسبوعين على عشرة المو نرجع من لا أشتغل بني ومو مرة تصل لغير شي أنا ما لا أشتغل يعني ما مارس طيب هاي المهرجانات اللي تصير اللي تصير الآن في بغداد وبقية المحافظات صارت لك مشاركة يعني عمال ممكن حزت على المراكز المتقدمة وحتى لفتت انظار المشاركين وحتى اللي يتجولون في هذه المهرجان طبعا المشاركة هناك يعني معارضة هنا بالشارع المتنبي وببو نعوز ومشاركة هناك محافظة بس خارج المحافظة يعني قليلة يعني المعارضين تعرفون على ملتزم بعمل طيب البزارات اللي تصير بالجامعات أو بالوزارات أو بأماكن مختلفة مثل معرض بغداد الدول بما أنه هذا يعتبر فني شاركت بيها لا ما شاركت لأن أرادة ومن عند التزام تعرفون يعني يعني على المرتبة بس يعني الحمد لله وشكري يعني صحيح أنا مرتبة بس الحمد لله أنه قدرت يعني مثلا على هذه اللوحة وهذا المنظر الجميل اللي أمامنا الأمور اللي تحتاجها مثلا الصمغ مصمغ الأمور الثانوية اللي من خلالها مثلا عدنا هنا ما عرف شون يعني تربط أكون هش في تبرغي أنا موجود يعني هاي هاي لوحة كلها ما كلفت على الديار يعني يعني الأشياء اللي مستخدمها كل بسيطة و لشدة الأشياء اللي استخدمها بسيطة لا يمكن من أحد يستغلها أنه كلما أجمع الغراض يعني مثلا هاي تفيدني هاي تفيدني بالبيت أنا قيل والدت من تنظف طبعا انت حيات لعلي من تنظف يعني نذفن شيء بسيط كل شيء أفصل ما يعرفون إنه ممكن أنه هم يشوفوا بدون قيمة لكن إنت بيع مالك تكون لقيمة خلي على الشكير أبدا تذكرت أنه عندك أسواق ممكن القواطة اللي عندك ممكن تستفاد منها قواطة الممسي حتى النفايات اللي عندك ممكن تستفاد منها كثير حتى هاي هذا المعاقل هاي النجانة هاي عود من آيس كريم حتى المسدس أو كذا هاي كلها عود آيس كريم حتى شكرا بيوت أكيد يعني شيء جميل جدا أكيد طبعا هي الأعمال اليدوية كلها فن ودائما هو ممكن تكون أكو ثمية أو ثلاثة يشتركون بنفس الفن لكن كل واحد منهم إلا لمستة الخاصة طبعا تشجيع الأهل إليك أو أصدقائك دائما يحفزك أو ممكن يساعدوك بأفكار طبعا هو طبعا أصدقاء بالدرجة الأولى يعني مثل أستاذ ميسم ضامد كل خطيئ بجانب أو نقيب غزوان أو مقدم ثالث يعني هذول يشجعون على هذا شيء ما هذا يعني شنو هما أصدقاء بعض الناس يعني عفو الجهلة مثلا أكو شي هون يقول تلعب أو كذا أنا ما أتم منهم بس أنا يعني شنو على الطبقة الراغية يعني أخذ براي حتى ذا انتقاد أنا ما أعتبر طيب عمل ببالك لان حاب تسوي ويقول هذا صعب ويحتاج وقت ويعتبر هو الأفضل في عمالك اللي تسوي والله يعني نوع أنه أسوي السيارة على الطلاز القديم لأن هاي شيء تعرفون شيء يعني تحفي هاي أنا هاي تكون أنتيكا قديم طبعا لأن أنا أميل للذكرات القديمة طيب يعني أكبر شيء مثلا سويت ممكن على تذكرت أنه نص متور البايسيكي أو حتى السيارة ممكن أكبر تحاول توسع أكبر شيء مترين سويت هم سيارة هم طلاز قديم حتى يعني التهرات مع البايسيكي كل هاي شيء بس أنه نوع أكبر أنه محرك وكذا جيل وين تخلي الغراض التي تسوي مثلا أنت يقول تدار مترين وين تخلي إرادتكم ممكن لا إرادتكم لا هو اللي يريد الشيء لازم يعوشي يعني مثل ما يقول أنا لازم أنا حاسب لهذا حساب أنا لبيتنا لازم هم عادي أخواني عادي يعني بالتحيير الفرصة عادي شيء جميل يعني اليوم إذا نشوف هذا المنظر يعني أكثر مرة البعض يقول لك هذا اليوم يعني الشاب عراقي مميز مبدع بأفكار البسيطة جدا وذكرت أنه حتى تكلفة بسيطة جدا وبهذا المنظر الجميل جدا نتمنى أنه كل شبابنا في هذا المجال وأيضا في بقية المجال أكيد طبعا الفن ليس كثيرا ناس تقدر أكو ممكن يشوف هذا عادي لكن ناس أصحاب ذوق رفيع بمعنى نقول لا اعتمادا على الطبقة لينتمي إلها لكن يكون ذوق رفيع ينتمي ينتبه للفن بأدق تفاصيل دائما المتنبي المركز الثقافي والقش لا يكون ملتقى جربت تكون متواجدة هناك بشكل دائم مهم رادو أعمال من عندي بالبيت الثقافي نفسي لكن لم أقدر شوية أشارك إياهم لشنو رادو والتزام يومية من الأسبوع تحضر ثلاث مرات فما أقدر شوية قيمت كل فترة وفترة يلا أشارك طيب إحنا في العراق قدنا ما شاء الله كثير من المعالم التراثية الحضارية أكو أفكار أنه تنسوفت معلم المعالم العراق أو بغداد نعرف عدنا كثير من المعالم وكثير من المعالم وكثير من المستقبل إحنا المتين وخمسين من بغداد هاي أريد أن أصل منها بس بعد يعني لحد الآن اللي ما وصل لحد الكمال بدقة حتى كون صريع البواب ومالبابل مثلا هاي هاي كل السهلة بس المتين هم سي شوية أصعاب لأن تعرفون بها يعني في الأشيالات ناحية أو بروزة أو 3D هاي شي يعني فلازم يعني واحد يتدرب عليه ويتقنها يلا لأن إذا خطأ صغير طيب أكو أحد يساعدك وياك مثلا متين تشتغل في عمل قريب عليك يعني ينطيك غلاض يساعدك لا لا ما أكو بس صديقي مهنة تحياتنا أو دكتور عماد يعني يعني هو دكتور ويساعدني يعني حيش طيب عندك إلمان بالرسم أو النحج لأنه دائما الذي يحب يكون الأعمال اليدوية على الأقل أما رسم أو حتى لو بمخيمته حتى يقدر تكون الصورة وافحة أمام عينة قبل ما يصمم أي عمل يعني أنت لازم تصممي على الورقة يلا تطلقي على مري يعني شو يصر عندك هواي خطأ إذا أي السيارة في الحالة يعني رسمك قوي لا مو كلش قوي أخويا رسام أضبط من عندي يعني مراتي سعب ممكن أنت تنقل الصورة اللي موجودة مباشرة مباشرة أي يعني بس مو كلش قوي يعني مثل أنا أسترسون شخصيات على مقاوية بس هاي يعني إن شاء الله أنا طيب أنت ذكرتني موضوع الشخصيات حوات أنه تسوي أشكال شخصيات معينة وصعب الشخصيات يعني أنحط بالخشب بس رسم شخصيات ورسم ما مرس بشكل رسمي لأن شنو هس بالمدرسة أي واحد يروح يلقى في درسة عميو ثلاثة يطلح المضغوطين فهذه الموهبة شوية نادرة يعني فإحنا نسلط هذا الشيء لأن تنقذ التلوث يعني من أحسن من الحركات مثل ما قلت لكم أشياء كلها تنحرك سبب تلوث أنت أرجع حول هذا الشيء عادة تفير بطريقة جميلة ممكن تستخدم في فن الديكور أو في تحافيات شغلات كلش حلوة يعني أنت أكيد هسابيتكم أكو ركن معين تخلي بكل الأعمال يتزوي طبعا لازم هم تحب أنه أحد يتقرب عليهم حتى لحد يخررهم والله وعلى الرغم أنه قويات للغاية يعني هسا هاي شو أنه أسقي كلش بس عندك مثل هذا مثل ما يقول اللوري بالعام يحنا نقول لي كلش قوي يعني كل حديد أصلا أنا مفصلة بي يعني فتقوي بشكل لو بمين ما ينكسر بس أنا كم يهتعل يعني هل شغل التعب يعني حرامة ينكسر تحتاج أدوات حادة يعني الأدوات تستخدمها مثلا كل عمل أدواتها معينة طبعا أو يعني مثلا استسماء أقشاء مو مختصة إلا بهذا يعني مثلا مثلا هذا اللوري أنا بكل بشتغل حديد أو مثل ما قلت لكم العجلات هي قبق ماغل البطول وألف على الوائر وأسأوي عجل تظهر بالشكل مو أنا نروح أشتري عجلات يعني العمل يعني نحن نقول هاي اللوري السيارة جيكلا في التأكتر يا هاي السيارة هاي الشالنجر هاي أذكر ممكن ألف ونوص ألفين يعني 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 هي بس كلها متنصبها وصامر يعني زين أنت مناسب يعني مشاهدين هاي واحد يريد يشتري جارجرة اللوري نعم ويجيكلا بسعار مناسب مو يعني أنا غاية هذا غاية أنه الاقتصاد والأشياء منذب يعني يعني هذا يعبر عن الفني مو أنه إذا أشتر مثلا أشتر أشتر أصمو أشتر تائر أشتر كذا ما يعترم بي يعني ما يبقى صحيح ما يبقى أكفا يعني بصراحة فين جدا لطيف وبسيط يعني أدوات جدا بسيطة وأمور إحنا ممكن يوميا نشوفها لكن ما نعير لها أي أهمية هواية بقايا مثل ما هو صندوق خشب للفواكه ممكن يكون صندوق طراولة أو كيوي وأحجار بسيطة ممكن توضع بحواظ الأسماك وحبل وشغلات جدا بسيطة قطع خشب بسيطة تحولت إلى لوحة فنية جميلة وبسيطة إحنا نتمنى من وزارة الثقافة أو من كل جهة تكون معنية تصلط الضوء على هاي المواهب البسيطة لأنه كل موهبة من هي بدايتها إذا لقت اللي يمدلها يد العون أو يصلط الضوء عليها ويهتم بيها يتشجع ممكن يكون مو بس على مستوى محلي لا على مستوى ما بين المحافظات يتجي إلى مستوى دولي سبحان الله يا ريهام يعني احنا الشعب العراقي شعب معطات وعندنا طاقات شابة مهمة وموهوبين يعني أنا حسين من شفت الصور يعني ما توقعته حقيقة يعني فإبداعه أكثر من رائع والصور واللي المنظر اللي أمامنا هذا المنظر اللي جميل جدا ونتخيل أنه احنا كنا أيام يعني المدرسة ذكر أنه نرسم بيت وحديقة فهذا كل إشراع وهذا يدل على أنه المواطن العراقي موهوب وفنانين ورياضيين كثير من الطاقات الشابة اللي عندنا الموهوبة الموجودة عندهم وبداخلهم حقيقة عبرون عنها فاليوم حسين يعني ذكرنا أمور أكثر من رائعة ونتمنى لأنه يستمر بالعطاب وفقط حسين كل شبابنا أنه الأمور اللي بداخلهم ولي يقول مثلا حتى أنه البعض ذكر أنه يستغربون من عمله ويكون غير غير مهتمين بعمل إلا عندك إصرار وعزيمة حاول أنه تستمر بهذا إصرارك وتوصل إلى ما يعني تطمح له بمستقبلا حسين إذا عندك شي حاب تضيف قبل ما تغادرنا واليوم نورتنا حقيقة أشكركم طبعا أشكر قناتكم جميلة أنا ما أحب شي لأ تحيات الأصدقائي وتحيات الشباب منطق تحد الأخضر وتحياتنا لكم الله يسمي كل يوم نورتنا وتحياتنا لديال هذه المدينة رائعة جدا على فكرة يعني أكبر بعض الناس يقولون لأ أنت أشكر موالي فأحنا ما ما قدر أرد يعني بالرسائل أنا موالي 96 حتى بعد حد الكمور أنت يعني مو موت بيرو من شوكت بديت بهذه الأمور يعني أمور من شنته طفل طيب من بديت طفل شنو اللي شنته سوي يعني هو مضحك للغاية طبعا الحوائل الجداح شنته سوي صهاري جمال ثقيلات ألعب يعني حلو مخيل حلو مخيل يعني حتى شنته شارك معارض هاي يعني من العشرة حلم على شغلات كل شي عمسنا وببسيط يعني أنت درسة فنية متفوق طبعا حلو كل عبا حسين الحمد لله نتمنى لك للتوفيق واليوم نورتنا ويا ربي نلتقيك بفترات قادمة وتكون أكثر إبداع من اللي ينتبه شكرا جزيلا حكيم نتمنى لك الموفقية الله يوفاك ودائما نحاول نطور نفسك بهذه الموهبة التي لديك حتى لضيح لأن هذه أنواع نثنوة جدا قليلة نتمنى لك الموفقية ونشوفك لدينا فقرة رياضية رح نشاهدها وبعدها نتواصل إياكم في برنامجنا الصباح